السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأعزائي متابعين والمهتمين بأصناف الزيتون وأكثار الزيتون اليوم يعني تأخرنا هذه السنة المفروض إحنا من بداية شهر عشرة لكن إحنا بالمحطات الحكومية دائما عندنا عمال كثيرة وقلت الكادر العمالي ومضطرين نجمع العمال من كل الشعب حتى نقدر وحتى المهندسين حتى الحراس حتى الدريولية حتى نقدر نوفي بالخطة فاليوم جينا على بستان زيتون بأصناف سورية هذا الجزء تقريبا والولد جاي ينتظرون العقل وهنا أنا راح نبلش بالصنف أول صنف راح نبلش ب صنف الزيتون القيسي راح أشوفكم شلون راح نشتغل العقل طريقتنا الأساسية بأخذ العقل لأنه إحنا ليش الشتل عندنا يختلف عن باقي ممكن المشاتل خلينا نقول الأهلية بوجه خاص إحنا هنا نشتغل بالأفرع الثمرية لأن إحنا ما يهمنا الثمار بعد ما تأكدنا من الصنف فيهمنا دائماً ناخذ من الأفرع الثمرية وليس الأفرع المائية وليس السلطنة خليكم وياه بس إخوان هاي عندنا شجرة القيسي آآ أول أشوف الثمارة حصل الثمارة الثمر ماشاء الله تعالى هذا السلطنة القيسي شون نعرف أيضاً من النواة اللي هي خشنة شوفوا يعني لو كان يعني كلينس عندي كان وضحت أكثر الصورة إخوان أبو أبو سقار بس كماشي لثمارة حتى أقرب الكاميرا إخوان لون البذرة خشنة هذا ومدورة تقريباً هذا صنف القيسي هسا هنا رح يأخذون الأفرع يقول الأفرعش قد كبيرة حاملة للثمار رح يقطعوها رح يتركون للشجرة رح يتركون للشجرة يعني ثلاث أفرع رئيسية ورح يقطعون باقي الأفرع خلي نكملوا هاي إخوان هسا أملياً إزالت عدة أفرع للشجرة كل هذه الأفرع حاملة للثمار هادي إخوان الأفرع المائية رح أقرب الصورة هادي يعني شوف الأفرع المائية شوف مستقيمة طلعاً هذي الأفرع لا يعني ننصح بدون أخذه هاي إحنا نحتي طبعاً إحنا بساتين بساتيننا كبيرة وبالتالي الفرع شوف ناخذ فرع شجرة كامل يعني هاي أفرع شجرة كاملة بساتيننا كثيرة أشجارنا كثيرة وبالنسبة أن يعني حاصل الثمار غير مهم إحنا بحقيقة مو الغير مهم لأنه مثلاً هو ثمار مو مهمة ولكن لأن إحنا شغلنا الأساسي إنتاج شتلات الزيتون بمستوى عالمي الحرفية لذلك يهمنا الفرع دائماً المثمر ومناخذ الأفرع المائية ولا السرطانات حتى إحنا نقدر ننطي شجرة الزيتون ممكن سنة الرابعة تباشر بالحمر والسنة الخامسة طبعاً هذا الفرع متزاخم وعدة أفرع بس أنا كان أفضل المنشار اللي أكون كهربائي أو مع ذلك عملية القطع رح نشرحها في مناسبة أخرى وشرحناها السنة الفاتت شنون الله يجب أن تكون حتى تحافظ على الشجرة على المهم أكون مجال هو حتى يقطع هذا الكسب ويتخلص من عنده لأن هذا يسبب بنا الأمراض كذلك عملية التعقيم بالكحول الأثيلي مهمة جداً للانتقال من شجرة لشجرة أو كل عدة أشجار على الأقل هذه عملية قطع لفرع بشكل نظامي أول مرة رح نقطعها من نانا طبعاً أي أسبو مصطفى حول الجهة الجهة تعال استاذ هارو تعال لزم أتجيلة أي ميخة بس حتى يقصر طبعاً سأراح أشوفكم شيء إحنا الريدة اللي هو قرام اللي خاصة بزيتون هاي عملية اكثارة بسيطة وإن كانت أيضاً من ضمن وإن كانت من ضمن الاكثارات اللي تكون بطية لكنه سريعة النمو يعني مرح نبيحها أو رح نأرضها رح نقول يا بها من القرم اللي ممكن يعني تتأخر نوعاً ما بالإثمار مع أنه كثير من يعني الأخوان أصحاب البساطين يكثرون بيها إذي هي هذه القرم بالقرم هذه عملياً يعني اكثارة تقوليش واحد رح أشوفكم إن شاء الله الفيديو اليوم اللي للبعض الاكثارة حساً هذه الشجرة تركنا ثلاثة أفروح شوفوا الثمار ما زالت بعض الثمار بيتي بالأشجار رح حاول أقرب الصورة وراح نروح على جماعة الأقلام هذا الصنف القيسي حساً عملية يعني عملية أخذ العقل هذه طبعاً أفروح ما للأشجار الآن شاهد عملية أخذ العقل جماعتنا على السرعة اشتغلوها أول ما يشتغلون كمية عقل يعني عدد كبير بعدين يبلشون ينضفون الورق وثم يبدون يعني يسوون عملية الشد الشد على شكل يعني مثلاً خمسة وعشرين خمسين أخلاق نانا أبو يوسف مباشرة أخذ العقل أخذ العقل أخذ العقل بعد ما نتأكد من حمل الأشجار فحص الثمار تأكد مية بالمية ما نشتغل سرطانات فقط أفرح ثمارية عملياً تبدأ عملية أخذ العقل وفي نفس الوقت عملية تقليم للأشجار تجرى عملية تقليم الأشجار وثم تغني يعني تم عملية أخذ العقل من بقايا تقليم الأشجار طبعاً عندنا العديد من البساتين هذا بستان زيتون واحد وعندنا اثنين ثلاثة وأربعة وخمس بساتين زيتون تحيات